معكم عماد بن أحمد بن إبراهيم المبيض أيها العلماء أيها الدعاة يا أهل الخير في بلادي وأنا أعلم أنكم تتحسرون على ما يحدث في هذا البلد من منكرات إذا لم تستطيعوا بيان الحق وتوضيحه للناس فليس أمامكم إلا الهجرة بفضل الله ورحمته وتوفيقه أني تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخوان العلماء والدعاة والخطباء من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة شرع الله عز وجل عبادة عظيمة وهي عبادة الهجرة عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل أو تبليغ دين الله عز وجل أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر